هذه أبرز العناوين شادي رياض نجم ريال بيتيس يبعتر أوراق المدرب وليد راقراقي بلغ عجل وليد راقراقي يقرر استدعاء تسعة لاعب رسميا إلى المنتخب المغربي لن تتوقع من هم الكاف يسمح للمنتخبات باستبدال لاعب في القائمة قبل 24 ساعة من أول مباراة شارطة تقديم تقرار طبي يثبت إصابتها والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس شادي رياض نجم ريال بيتيس الإسباني يبعتر أوراق المدرب وليد راقراقي من المؤكد أن المدير الفني لمنتخب المغرب وليد راقراقي قد استقر على تنائية رومانسيس ونيف أكراد غير أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى بديليهما المحتملين نظراً لوجود أكثر من مدافعة يستحق خوض بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقبلة وبعتر شادي رياض نجم ريال بيتيس الإسباني أوراق المدرب وليد راقراقي بعد تألقه اللافت في المباراة الأخيرة ولسيما خلال لقاء ريال مدريد بعدما وقف السد المنيع أمام نجوم الفريق الملكي حيث أن صاحب الاثنين والعشرين عاماً بات مرشحاً بقوة لإزاحة أسماء بارزة ألفة الحضورة برفقة المنتخب المغربي في المواجهات السابقة ويتعلق الأمر بجواد الياميق ويونس عبد الحميد وعبد الكبير أبقار جدر بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أرسلت قائمة المنتخب الأولية إلى الاتحاد الأفريقي يوم الجمعة الماضي والمكونة من خمسين وخمسين لعباً في انتظار تقلص عددها من قبل المدارب وليد راقراقي لتشمل سبعاً وعشرين لعباً فقط في الثالث من يناير القدم بلاغ عاجل وليد راقراقي يقرر استدعاء تسعة لاعبين رسمياً إلى المنتخب المغربي لم تتوقع منهم يستعد المدير الفني لمنتخب المغرب وليد راقراقي للكشف عن القائمة النهائية المستدعاة لخوض بطولة كأس أمم أفريقية لكرة القدم التي تستضيف والصاحل العاش في الفترة الممتدة ما بين الثالث عشر من يناير والحادي عشر من فبراير المقبلين ويتجه مدرب منتخب أصود الأطلس إلى الاعتماد على نفس التشكلة التي تألقت في بطولة كأس العالم قطر 2022 وذلك رغبة منها في الحفاظ على انسجام اللاعبين فيما بينهم ونفس نظام اللاعب الذي نهجه في غالبية المبارية التي خضها الزملاء القائد رومانسيس في الفترة الأخيرة وفي هذا الإطار كشف مصدر من الجهاز التدريبي لمنتخب المغرب حسب موقع العربي الجديد أن المدرب وليد رجراجي لن يعدل في التشكلة الأساسية لأصود الأطلس خلال البطولة الأفريقية باستثناء تعديلات بسيطة قد يضطر القيام بها في حال وجود إصابات طارئة وضف المصدر نفسه أن هناك أسماء لا يمكن استبعادها من بطولة كأس أفريقية وحضورها في التشكلة الأساسية لا محيدة عنها ويتعلق الأمر بالحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي ورومانسيس ونيف أكرد ونصير مزراوي إذا شفيا من الإصابة وصفين أمرابط وعز الدين أناحي وأمين حارت وحكم زياش ويوسف انصري وتبع سيكون هناك عدد من الخيارات أمام المدرب وليد رجراجي في ذلك تألق مجموعة من اللاعبين بغارض مشاركتهم أساسيين أو بودلاء من أبرزهم أمين عدلي وأيوب الكعبي ويحيي عطية الله والسلم أملاح وبيل الخنوس وشادرياض وغيرهم وذكر موقع العرب الجديد أن المدير الفني لمنتخب المغرب سيراعي في اختيارتها الجهوزية البدنية لكل لاعب على حدى وتجربته الإفراقية وقدرته على التأقلم بسرعة في الأجواء المناخية السائدة في الصاحل العج حيث الحرارة مرتفعة ونسبة الرطبة عالية وهو ما يعني استبعاد عدد من اللاعبين غير المؤهلين لحسم نزالة التنائية خلال المباريات في كأس أمم إفراقيا وكان المدرب وليد راقراكي تراجع عن التحضير اللي كان في أحد البلدان الإفراقي المجاورة للساحل العج وتحديدا في الكاميرون وفضلت دخول في معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس في رباط في أواخير دجنبير الجاري قبل التوجه مباشرة إلى مدينة سان بيدرو العجية حيث سيتبار منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزامبيا وطنزانيا وجدر بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أرسلت قائمة المنتخب الأولية إلى الاتحاد الأفراقي كاف يوم الجمعة الماضية والمكونة من خمسين وخمسين لاعبا في انتظار تقليص عددها من قبل المدرب وليد راقراكي لتشمل سبعا وعشرين لاعبا فقط في الثالث من ينهير القادم الكاف يسمح للمنتخبات باستبدال لاعب في القائمة قبل أربع وعشرين ساعة من أول مباراة شريطة تقديم تقرار طبي يثبت إصابتها خول الاتحاد الأفراقي لكرة القدم للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفراقيا الكوديبورة الفين وثلاثة وعشرين الحق في استبدال لاعب بعد تقديم القائمة النهائية وفق شروط محددة وأكدت صحيفة بطولة المسرية أن الكاف وفق على إمكانية استبدال أي من اللاعبين قبل المباراة الأولى للمنتخب المعني بالأمر بأربع وعشرين ساعة واشترط الاتحاد الأفراقي لكرة القدم الحصول على تقرار طبي بشأن إصابة أي لاعبين ليوافق على الاستبدال وفي كل الأحوال سيكون الاستبدال مسموحا به قبل المباراة الأولى للمنتخب بأربع وعشرين ساعة فقط وكان الاتحاد الأفريقي قد أشار إلى حق كل منتخب مشارك في ضم سبعين وعشرين لاعب طول مباراة المسابقة على أن تضم قائمة المباراة ثلاثة وعشرين لاعب فقط ويتواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات طنزانيا والزامبيا والكونغو الدموقراطية ويشار إلى أن نهائية كأس أمم أفريقيا الكوديفورة الفين وثلاثة وعشرين ستنطلق في الثالث عشر من شهر يناير القدم إلى غاية الحادي عشر من فبراير المقبل حجي المهمة ستكون صعبة على المنتخب المغربي خلال كأس الأمم الأفريقية قال يوسف حجي الدولي المغربي السابق ومساعد مدرب المنتخب المغربي الأولمبي أن مهمة المنتخب المغربي الأول لن تكون سهلة على الإطلاق في نهائية كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد أقل من شهر من الآن في الكوديفورة وأكد حجي أن كل المنتخبة الأفريقية ستسعى للنيل من أصود الأطلس وإظهار قوتهم وقدراتهم أمامهم في تحدي واضح وصريح لأول منتخب الأفريقية بلغ نصف نهائي كأس العالم في التاريخ وتباه حجي خلال كأس الأمم الأفريقية في الكوديفور سيسعى كل فريق لتجاوز المنتخب المغربي المغرب هو الفريق الذي يجب التغلب عليها لهذا فإن مواجهة أصود الأطلس هو التحدي الكبير الذي ترغب كل المنتخبات الأفريقية لكسبها ولأنه الفريق الوحيد الذي بلغت دور نصف نهائي في كأس العالم فإن جميع المنتخبات ستتنافس بقوة لإظهار أفضل مهارتها التقنية والبدنية أمامه هذه أبرز العناوين شادي رياض نجم ريال بيتيس يبعتر أوراق المدرب وليد راقراقي بلغ عجل وليد راقراقي يقرر استدعاء تسعة لاعب رسميا إلى المنتخب المغربي لن تتوقع من هم الكوف يسمح للمنتخبات باستبدال لاعب في القائمة قبل 24 ساعة من أول مباراة إن شاء لتتقديمي تقرر طبي يثبت إصابتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر